أكد وزير الخارجية سمح شكري على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وخلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد نوها شكري لضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة جدد شكري كذلك رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية